السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير ان شاء الله في هذا الفيديو سنشوفه مع بعضياتنا حلوة لشرب الشاي حلوة الهلال الغنية عن التعريف من الزمن الجميل كتجي اكثر من رائعة مرملة غزالة كتدوب في الفم دوابان وكتتحضر في واحد الوقت اللي هو قصير او لا وقت اللي هو قياسي فاقل من عشرة دقيق ممكن انكم توجدوا هاد الحلوة دي قدموها الوليدات ديالكم او لا ممكن انكم تقدموها لطيف ديالكم يعني حلوة لشرب الشاي كتجي رائعة وبما اننا مقبلين على الدخول المدرسي ممكن انها تكون كاقتراح من الوصفات اللي ممكن نعطيوها الوليدات ديالنا لانها كتجي لديدة وكتجي رائعة خليكم معي اخوتتي من الولداء الاخير وما تنسونيش فضلا من تشجيعات ديالكم ولا يجهزيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز كيف كنقول دائما ولكم الاجر اكلوا على بركتي الله نشوفوا مع بعضياتنا المكونات والطريقة ديال تحضير هاد الحلوة واحنا كنطبقو في الوصفة بالنسبة المكونات عندي هنايا مائتين وخمسين قرام ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ هنايا استعملت او لو وضفت الزبدة ديال العلب عفوان وانا كنفضل هاد النوعية هاده يعني كاتجيزوينه في الحلويات ما كنغيرهاش وكيف قلت انها تكون بدرجة حرارة المطبخ نكون مخرجينها من قبل بما ان الجو ساخن كنحطو في عيدنا كنلقوها دايبة عندي هنايا سكر منسم بالفانيلا قبيصات الملحمن سوها شلي تصحيح الضوء ضروري منها وعندي كاس ديال سكر رطب او لا سكر سقيل العبار ديال كاس هو هاد الكاس ديال العنباء او كاس شاي المغربي لي كيوزلينا 150 او لا 160 ميليليتر كنخدم الزبدة مع السكر السقيل مزيان احتغدين دامجو المكونات ديالها بساطين في المتناول ولكن كاتجيل ديدة بزاف هاد الحلوة اللي هي حلوة الهلال كيف قلت الغنية عن التعريف من الزمل جميل كل اخته كيفاش تخدمها ويعني عندها بزاف ديال الوصفات اللي كيختلفوا لكن الشكل ديالها والمضاق ديالها كيبقى مميز كنخدم الزبدة مع السكر حتى كنحصلو على كريمة وبالنسبة للنجاح الوصفات ديال الحلويات ضروري اننا نحترمو الطريقة يعني بالمراحيم باش هكا نجحو فوصفات الحلويات غدين نضيف قبيصة ديال الملحة كيف قلت لكم في البداية ضروري منها لتصحح الدوق لان الملحة كتعطينا واحد المدق اللي هوية كيف كنقولو زويد غدين نضيف هنا يا بيضة وصفار بيضة وغدين نحتفض بالبيض لدهن الحلوة يعني كندهنولي هالوجه ديالها ببيض البيض كيف قلت عندنا بيضة وصفار بيضة والبيض كنحتفض به حتى هم هيا غدين ندمجهم مع بعضياتهم وحنا كنخدمو كيف كتشوفو معي يعني كنخدمو بالراحة ديال اليد ديالنا وهنا عندي كاس ديال اللوز مخلط ما باللوز والزنجلان اللوز كنحمرو في مقيلة او لف الفران تقريبا 1-5 درهم كيف كنقولو ديال اللوز وشوية ديال الزنجلان كنحمرو مع بعضياتهم ومن بعد كنتحنهم حتى كنحصلو على بودرة ديال خلط ما باللوز ولا ديال الزنجلان عفوان بالنسبة اللوز راح بالقشرة دياله غير كنمسحو منه الغبرة اللي كتكون فيه وكنحمرو وكنحمرو نضيفو كاس ديال النشان او اللي ديال الميزينة اللي كتعطي لهذه الحلوة خيفة وها الشاشة كيف قلت لكم حلوة عندها واحد الماداق اللي جد مميز نذكركم اخواتي بالمكونات عن 250 جرام ديال الزبدة كاس ديال السكر رطب والكاس ديال ميزينة او نشا وكاس خليط ما بين اللوز و ما بين زنجلان ممكن انكم ت وضفو غير اللوز في هذ الحلوة أنا خلط بيناتهم بجوش واللي بغت دير الكوكاو وممكن اللي كيكون بلدي القشرة ديالوحته وايا كتتتتتتتحمرو و كتتتتحنو سافيقة ديال بدهو نضيفو في الدقيق دابا شوية بشوية و الدقيق كيكون مغربا عندنا كيس ديال خميرة كيموية أو البيكين باودر المكونات لدينا سفر بيضاء و بيضاء كاملاء لا تنزع في الدقيق بالنسبة لهذه الحلوة لا تريد أن تكون خفيفة و دائما الحلوة لا تستطيع أن نحاول أن نجمعها برؤوس الأصابع على هذا الشكل كامل نضيف شوية و مشوية دائما في المرحلة الأخيرة كامل نضيف غير بالعقل كيف نقوله أولا غير بالقياس اللهم الحلوة يكون خاصها دقيق أو لا تنشف في هذه المرحلة لها سوف تصعب علينا القادية كيف نقوله و كيف قلت لكم كتبغي تكون أنها رطبة شوية العجيل ديالها يكون رطب كتجي مرملة و في نفس الوقت كتجي فتية يعني كتجي مع ما بين القرمشة و في نفس الوقت كتكون رطبة في آخر مرحلة كم بقى نضيفها بهالطريقة يعني كم بقى نرش و أنا كنكور في العجينة ديالي ما كم بغيش نقص بزاك لما راحل باش احتنتو ما تبقى و غدين على هاد شكل صفي العجين ديالي اخداء احقو منطقيق كيكون رطب غدي ناخد واحد بلاستيك غدائي او لا ورق المطبخ و غدي نسرح فوق منه هاد العجينة يعني كتلك نقولو كتلة واحدة او لا على شكل قرصاء او لا على شكل خبزة و بقى نقادلها غير باليد ديالي يعني نحاولو نسرحوها باليد و من بعد قدين ناخد المدلك باش نقادلها لوجه ديالها ميبقاش صبعات ديالي ونصورين في الحلوة و كيف قلت اخواتي ممكن انكم تدروها بشوية ديال كوكو غير هي باللزب صارحك يعطيها واحد المدق اللي هو يزوي حاولو انكم تخليوها شوية اغليضة يعني ما تكون شرقيقة تكون شوية فيها شوية ديال العلو كيف كان قولو و هنا غادي ناخد الكاس او لا عندنا هاد الساحك يعني ولكن الاغلبية كان نخدموها بالكاس باش كننشكلو نصف هيلال الفيديو شارح نفسو كنناخد واحد سيكين او للموس و عندي الطواء على جنب فاش غادي نحط هاد الهيلالات و اللي عندها الطابعة ديال الهيلال ممكن انها تخدم به غير هي هاد الحلوة هادي معروفة كنخدموها بالكاس كي تجي زوينا و كي تجي سهلة مش مكن ضيعش من هاد العجينة اللي تبقات ليحتي ايا كنحاول انني نخدم بيها و العجين اللي كيتبقى ليرا كنعاود نجمعو و نعاود نشكلو بنفس طريقي يعني كنحاول نصيب واحد كيف كنقول واحد الخبيزة و نعاود نبدأ ان نشكلها كنا اكدى اللي لجينة تكون شوية عالية باش هكا هاد الحلوة ديال الهيلالات تجينا عالية و كتجي زوينا حاولو انكم تخدمو وحدة حدا وحدة باش هكا ما تبقاش لكم لجينة معاودة بكمية اللي هي كبيرة سافي بعد ما كن نساليها يعني كن نستفع في هاد الحلوة غادي ناخد البيض ديال البيض اللي تبقى ليه و غادي نحاول انني نهرسو كيف كتشوفو معايا بفرشت و غادي ناخد واحد شيتا و ندهلي هالوجه ديالا عندنا لزامونت افلي او الكوكاو افلي اللي جاب الله كيف كنقولو اللي يخصم الله هو اللي غادي ندهن به او اللي غادي نوزعه على الوجه ديال هاد الهيلالات و في هاد الوقيته كيكون عندي الفران اللي هو يا مسخناه من قبل را كطيب بسرعة اردو البين كنخلي جهه السفلة حتى كتبدا تتحمل و عاد كنشعل عليها من فوق كنكونو مسخنينو من قبل من بعد كننقص ليه درجة الحرارة يعني متوسطة و كندخل الطاوة ديالي حتى كطيب من جهه السفلة كنشعلو عليها لوجه ديالها باش كتتحمل و ان شاء الله اخواتي لابغيتو نتقسم معاكم حلويات ليهوميا سهل و بساطين شرب الشاي يعني كي خليوا ليها ان شاء الله رأيكم في التعاليق لابغيتو وصفات بحل هذا يعني ما كيكونش فيهم شوكولاتا و لما كتكونش فيهم كثرة مراحل نتقسموه معاكم ان شاء الله قريبا كل مرة نوجدو مع بعضياتنا شكيل هكايا الشرب الشاي او لدوازاتاي كيف كنقولو دوازاتاي و كيف قلت لكم في البداية ممكن انهم يكونوا غير اقتراح يعني بحل غالت اللي ممكن انكم تعطيه الوليدات ديالكم بما اننا مقبلين على الدخول المدرسي يعني ما بقاش ليه بزاف احتهد النوع هذا يكون بحل غالت اللي تعطيه الوليدات ديالكم او لا اقتراح اللي ممكن تعطيه الوليدات للفطور و ها هم ايه الطاوة ديالنا بعد ما وجدناها اراكا تخرج الخير والبركة بعد ما كطيب لنا الحلوة ديالنا كتجي على هات شكل كي يأتي اللون ديالها دهبي كتشي محمرة كتشي اغزالة و هذا كليزاموند ايخيلي من فوق حتى هوية كيتحمر كتجي مقرمشة كيف قلت و في نفس الوقت كتجي افتياء وزوينة بزاف كتدوب دوابان في الفم من الداخل كتجيب حلة مسوسة كيف قلوهم يعني في هدوك التقب كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم او لا الاقتراح ديال هاد نهار يكون عشبكم ما تنسونيش فضلا من شجاعة ديالكم لا يجنزيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز ولا بغيتوا شي اقتراح او لوصفة معلكم الا تخلو لي رأيكم ان شاء الله او لا طلباتكم في التعليق و كيف قلو دائما طلباتكم اوامر اي سؤال اي استفسار مرحبا على الوصفة خليتلكم الراحة والهنا بصحة والراحة و انتلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة